بمناسبة حد البحر المتوسط المئات من المصريين بيتوافدوا على الشاطئ المجاني في مدينة العالمين الجديدة دي صورة عندي بالدنيا بكلمك بجد صورة الناس نازلة الشاطئ المجاني بتاع العالمين الجديدة عندي بالدنيا والله العظيم ما بهذر والله 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 صورة بالدنيا صورة بالدنيا ليه يوسف صورة بالدنيا علشان خطر هي دي مصر التي لا تفرق ما بين أغنياء وأثرياء عندما يتطرق الأمر لغطص في المية هو الغلابة في بلدنا يعني ما كان لهمش حق يغطصوا في المية ياخدوا لهم غطصين في بلاج حلو وجميل ورملة بيضة ومية زرق فيروزي ما حصلتش وفي أحلى وأدخن وأجمل حتة فيك يا ساحل العالمين الجديدة رئيس الجمهورية فتحوا للناس افتكر العالمين دي وهي لسه بتتخطط رئيس قال إيه على الكورنيش قال هو المصريين ما لهمش حق يتمشوا على البحر طب أنا هعمل لهم أطول كورنيش موجود على البحر المتوسط وعمل دي مش حاجة ببلاش كده دي كانت حاجة بفلوس كتير بس المواطن ما بيدفعش فيها حاجة ليه؟ علشان الرئيس شايف إن ده حق المواطن حقه يشمله شوية هوا حلوين ونضاف حقه يتمشى من غير ما كل شوية حد يدفعه فلوس حقه ياخد غطصين بلوشي ما هو ده أنا وإنت وأهلينا يعني اوعى تفتكر إنه لما ربنا سبحانه وتعالى كرمك بشوية تعليم زيادة يا حبتين فأهلوك بأمر ربنا برضو سبحانه وتعالى إنك ترساب لك إرشين كويسين حبتين فأنت بقيت فوق الناس ولا فوق البشر وتتعامل معهم بالاستعلاق وبالتعالي ولا أوعى إيه ده؟ يا راجل مش قلت لكم قبل كده واحد يقول لك إيه أصلا أنا سيبت القرية اللي كنت فيها اتمالت نصريين يا وديا بلجيكي إيه السويسري اللي عايش معنا ده؟ ثم بالمناسبة هو أنت فاكر إن البلجيكي والسويسري والفنلندي والنروجي ده رحصة منك ليه؟ إذا كانوا هم شايفينك بالمناسبة يعني الإسكندنافيين دول اللي هما أسعد شعوب العالمين هما شايفينك أحسن منهم ده هو بيقول لك أنت اللي علمت العالم وانت اللي أنارت الدنيا وانت اللي صنعت الحضارة وانت الناس دي بصالك بصة كبيرة قوي 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 استعمار وإمبريالية وطبقات برجوازية نفعية اشتغلت لك في دماغك على إنه لأ علي بن الجنيني وإنجي بنت البرنس لأ وبالمناسبة الحالة دي استمرت بعد كده في عصر الانفتاع ناس تحب وناس ما تحبش وناس تتفق وناس تختلف لكن لأ هو الناس كلها زي بعض ومفيش أزمة المعيار إيه أنا دايما نقول لك المعيار إيه مبادئ وأخلاق وقيم عليا بس خلاص المعيار مهواش فلوس اللي يتعيق بفلوسه ناقص اللي يتعيق بمظاهر خارجية خيبانة ناقص عنده عقب ناقص معه قد مكالكع حل تكرب مهترق من جوه متغربل كده حت تصوف وكلها العتة دي حالته النفسية اللي فاكر إن فلوسه تعمله إيمة اللي يعملك إيمة معاييرك الأخلاقية وقيمك العليا أنا هجيق لي طب والدين قولك جيبتاعت بني آدم لربه أنا ما تدخلش فيها معليش شاء الله يعذرني عدم المؤخزة الناس اللي النفسها تسمع الجملة دي ما قدرش أقولك أنا كده خالص ولا حد يقولها لك المعيار إنت بتتعامل بضمير وبأخلاق وبمثل وبقيم وبمبادئ ولا لا عارف أجدع واحد مين اللي يخلص الدعا كده الرب نقوله يا رب ادينا على الدنياتي هي دي دي دعوة جون لو قلتها بقلب أنا قتي لك يا عم أحلى صورة طبعا في واحد يقوله الودة شيوع آه هو اللي يحب الغلابة لازم طول الوقت هنقعد بقى نحكي حوليه عن قصص وحواديد يا رجل دا اللي يحب الغلابة ربنا يحبه اللي يجبر بخاطر خلق الله ربنا بيجبر بخاطره صورة بتقول رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي بيجبر بخاطر الناس صورة قدام الأبراج عرف انت العلم بتعزم الحاجة ببلاش كده هي كده بالظبط الناس لازلت المية ببلاش كده تمشوا عالكورنيش ببلاش كده اشتركوا في القناة